موسيقى مرحبا بكم من جديد شاهدين الكرام في تناية الخبر وفي محورنا الأول حيث نناقش ونتناول تقرير لـ Human Rights Watch التقرير اتهم الجيش الوطني بانتهاكات شرق الفرات ونتحدث أيضا عن رد الجيش الوطني على هذا التقرير اتهمت منظمة Human Rights Watch الجيش الوطني السوري بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين في منطقة عملية نبع السلام وأصدر الجيش الوطني بدوره بيانا طالب فيه المنظمة بحسب التقرير واصفا الانتهاكات الفردية والمحدودة نتابع التقرير التالي ونعود للنقش انتهاكات بحق المدنيين في المناطق الآمنة إعدامات خارج القانون هذا هو عنوان تقرير منظمة Human Rights Watch الجديد التقرير تناول ما قال إنها انتهاكات للجيش الوطني بحق المدنيين خلال عملية نبع السلام في المنطقة الآمنة شرق الفرد الاتهامات وفق تقرير المنظمة شملت إعدامات بحق مدنيين ونهب ممتلكاتهم والتسبب بحالات اختفاء لعمال إغاثة مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسون قالت إن عناصر من الجيش الوطني منعوا عودة النازحين إلى ديارهم المنظمة دعت الحكومة التركية لإجراء تحقيقات في الانتهاكات والضغط على فصائل الجيش الوطني لوقفها وضمان محاسبة المسؤولين عنها وفق تقرير المنظمة رد الجيش الوطني السوري كان حاضرا في بيان إذ اعتبر أن تقرير المنظمة استند إلى شهادات من أشخاص وصفهم بشهود الزور وبالمنحازين لبي واي دي التابع لقسد أو أعضاء فيها أو عناصر لها وفق بيان الجيش الوطني الجيش الوطني دعا المنظمة إلى التحل بمزيد من الموضوعية والدقة في تقريرها ودعاها إلى سحب التقرير والاعتذار عما وصفه بالمغالطات المنهجية في التقرير أمر آخر انتقده الجيش الوطني وهو عدم تضمين تقرير المنظمة للتفجيرات التي تحدث في المناطق السكنية شرق الفرات والتي يتهم بتنفيذها قسد اللافت في رد الجيش الوطني هو عدم نفيه لوقوع انتهاكات وصفها بالفردية المحدودة انتهاكات أشار إلى أنها مؤقتة وسيتم العمل على معالجتها وفق قوله معنا هنا في السيديو مرسلنا مازن أبو تمام مرحبا بك مازن وأيضا سيد مصطفى سيجري القيادي في الجيش الوطني السوري مرحبا بكم جميعا مرحبا بك سيد مصطفى لو بدأت معك سيد مصطفى يعني كيف تعلق على ما ورد في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش نعم بسم الله الرحمن الرحيم طبعا وكما جاء في رد الرسمي للجيش الوطني وبكل أسف كان من الواضح أن هناك انحياز لروايات المجموعات الإرهابية أو ربما يمكن القول بأن ما جاء في التقرير هو تكرار لجملة الاتهامات والافتراءات التي لطالما تعودنا أنها صادرة إما عن إعلام المجموعات الإرهابية أو عن الجهات الداعمة للمجموعات الإرهابية في محاولة لإدانة عملية نبع السلام وأيضا أغفل التقرير دور المجموعات الإرهابية في هذه المناطق من عمليات إرهابية تفجير استهداف المدنيين في العبوات الناسفة والسيارات المفخخة وأيضا الدراجات التي لقدما فتك في المدنيين إلى الأسواق الشعبية وعلى أبواب المدارس والمنشآت الخدمية هذه التفجيرات سوف نفرد الحديث سيد مصطفى للتفجيرات بعد الفصل ولكن هل هناك دور من قبلكم لتبيان الحقائق على الأرض وهل أفهم من كلامك أنه لا يوجد أي انتهاكات للجيش الوطني خلال العملية حتى ولو فردية طبعا نحن نرفض هنا تسمية مجموعة التجاوزات من صحة التعبير والأخطاء الفردية أن تسمى بالانتهاكات بداية الجيش الوطني الموقف المعلن لديه واضح ندين وبشدة ونسعى للمحاسبة والمستائلة لأنه يثبت تورطه في إساءة بحق أهلنا المدنيين في المناطق المحررة حديثا بكل تأكيد إن كان الحديث هنا موجه للداخل السوري وبعيدا عن موقف المنظمات الإنسانية والحقوقية نحن بداية نلتزم بمبادئ وقيام السورة السورية وما حملنا السلاح إلا لدفاع الإرادة الشعب السوري حكما أي إساءة يتعرض لها المواطن السوري إن كان سواء من عناصر قد تغطوا بعبائة الجيش الوطني أو بمجموعات تحاول أن تمارس أفعال غير مقبولة أيضا تحت عبائة الجيش الوطني بكل تأكيد نحن لا ندين فقط مثل هذه الحالات إنما نسعى ونعمل لمحاسبة ومساءلة ما يثبت سأعود إليك في أي حق أهلنا المدنيين سأعود إليك سيد مصطفى سيد زميل مازين طبعا مازين تم إفادك من قبل قناة حلب اليوم مع بدء عملية نابع السلام في الداخل السوري وكنت تغطي أول بأول ما يجري في الداخل هنا خلال تغطيتك في المنطقة ومعايشتك للوضع هناك أنت شاهدت ما يجري على الأرض ما هي أبرز الانتهاكات أو التجاوزات التي رأيتها هناك نعم عمار في بداية تغطيتنا من الحدود السورية ثم دخولنا بعد سيطرة الجيش الوطني السوري على مدينة تل أبيض قمنا بجولة استمرت لما يقارب الشهر الكامل في المنطقة بداية يجب أن نقسم المناطق السيطرة إلى قسمين إلى مدينتي تل أبيض ومدينة رأس العين عندما دخلنا إلى مدينة تل أبيض ثم إلى مدينة اسلوق ما شاهدناه حقيقة إذا ما قلنا تجاوزات أو انتهاكات هو ما تركته قوات سوريا الديمقراطية والتي سيطرت هنا في مدينة تل أبيض على الكنيسة الأرمانية الأرثذوكسية وفق رواية الرجل الأرمن الكبير في المنطقة قامت هذه الوحدات بالاحتماء في هذا الدار ظن منه أن تركيا لن تقصف دور العبادة قامت أيضا بوضع صور رأيناها بأم عيوننا الآن هناك انتهاكات وصدر تقرير عن قناة حلاب اليوم صور هذا الانتهاك في الكنيسة في دور العبادة ولكن نريد أن نتحدث أيضا عن التجاوزات الفردية التي شاهدتها أو ربما عايشتها من قبل بعض العناصر هل هي ترقى إلى انتهاكات؟ نعم عمار لا أن في وجود يعني حدث بشفافية طبعا لا أن في أبدا وجود هذه التجاوزات أو الانتهاكات دخلنا ورأينا بأم أعيوننا رأينا بعضا من النساء أتوا ليشتكوا لشرطة العسكرية الموجودة في المنطقة بأن هناك بعض أثاث منازلهم قد سرق عندما عادوا إلى منازلهم كما تعلم الأهالي هاجروا مؤقتا من منازلهم أثناء اقتراب العمليات العسكرية منها ثم عادوا بعد سيطرة الجيش الوطني السوري هناك من كان قد فقد من منازله بعض الأثاث لكن هذه الحالات في مدينتي سلوب ومدينة الأبيض لم نشاهدها كثيرا كيف تم التعامل مع هذه الشكاوي وكيف كانت المهامدة من قبل عناصر الجيش الوطني مع المدنيين هناك بكافة طوائفهم نعم نحن بدورنا أيضا توجهنا لأهمية هذا الموضوع توجهنا إلى الشرطة العسكرية والقضاء العسكري المختص بمعالجة أمور المدنيين والتي أيضا يعالج فيها الشكاوي التي تقدم ضد قوات الجيش الوطني هو يعمل ويدعب وهو ما أراه وأظهره لنا على حل هذه القضايا حتى أن حادثة من الحوادث اضطر أحد القيادين من دون ذكر اسمه لدفع مبلغ مالي لأحدى العوائل من جيبه الخاص لحل مشكلة معينة لكن لا أن في وجود مثل هذه المشاكل والتجاوزات عمار كما قلت لك إثرى توجهنا من مدينة تل أبيض ومدينة سلوك باتجاه مدينة رأس العين وجدنا أن المحال التجارية في شوارع المدينة قد فتح معظمها وأيضا وجدنا الكثير من الكتابات الجدارية التي هذه الفصيل الفلاني أو الفصيل ذاك أيضا توجهنا إلى القضاء العسكري وتوجهنا إلى قيادة الفصائل هم برروا لنا أمرا مهما قالوا إن المنطقة كانت مليئة بالألغام وحدات حماية الشعب التابعة لقسد كانت قد استغلت فرصة الهدنة خلال العمليات العسكرية وزرعت المنطقة كاملة بالألغام عند تمشيطنا للمنطقة بعد السيطرة عليها اضطرينا لدخول لتلك البيوت ولتلك المحال التجارية لانتزاع الألغام منها ولفحصها خوفا من انفجارها على الناس لكن أيضا هناك نقطة مهمة عمار هناك أيضا شهدنا حالات شكاوى من بعض الأهالي بأن هناك بعض أثاف منازلهم قد سرق كشاشات التلفزيون وبعض المال المخزن ولم نتأكد من صحة ما قالوا لنا لأنهم رفضوا الحديث أمام الكاميرات وأيضا رفضوا اطلاعنا على أدلة أو أشخاص مشتبه بهم جميل سوف نذهب إلى فاصل قصير ونعود بعدها مشاهدين الكرام لمتابعة نقاشنا بعد الفاصل أين وصلت جهود لجنة المتابعة والتحقيق في الجيش الوطني حول انتهاكات العناصر أو تجاوزاتها في المنطقة إبقى معين من بين اليأس والتهجير والحرب والدمار يضيء هذه الظلمات بصيص أمل يرسمه أشخاص حاول تجسيد أحلامهم على أرض الواقع سواعد تنسج لنا في كل أسبوع حكاية نجاح تبث فينا أمل سوريا المستقبل سواعد أمل تشاهدونه على قناة حلب اليوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مرحبا بكم من جديد شاهدين الكرام في تناية الخبر نتحدث ونتناول تقرير هومان رايتس ووتش الذي اتهم الجيش الوطني بانتهاكات شرق الفرات وإضافة أيضا لرد الجيش الوطني على هذا الأمر تعمل لجنة المتابعة والتحقيق في الجيش الوطني السوري على ملاحقة مرتكبي الانتهاكات من قبل بعض العناصر اللجنة كانت قد أعلنت أنها بدأت التحقيقات مع عدد من المتورطين في الانتهاكات لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم كما خصصت طريقتين للإبلاغ عن هذه الانتهاكات عن طريق إرسال رسائل على رقام واتس أب أو عبر الإيميل كما نشاهد الواتس أب رقم الهاتف هو على الشاشة وكذلك حساب الإيميل معنا هنا في السيديو الزميل مازن أبو تمام موفد قناة حلب اليوم لمناطق عملية نبع السلام منذ بدئها ومعنا أيضا سيد مصطفى السيجري القيادي في الجيش الوطني السوري الحر سيد سيجري قبل الفاصل قلت حضرتك أنها لا ترقى إلى انتهاكات هي تجاوزات لكن هناك انتهاكات لم ينفيها رد الجيش الوطني السوري على التقرير تقرير Human Rights Watch منها قتل أو إعدام هنا يعني ما الذي يدفع إلى القيام بانتهاكات كهذه وكيف يمكن لكم أن تبرروا ما حدث طبعا مسألة النفي أو التأكيد هو شأن متعلق بالتحقيقات القائمة أولا ما قدم من شكاوين للجنة المتابعة كلها لا ترقى وأكد هنا لا ترقى إلى مستوى الانتهاك إنما هي مجموعة تجاوزات قد تورط بها بعض الأفراد ممن يعملون تحت مظلة الجيش الوطني وتابعت اللجنة في هذه الشكاوي وتم اعتقال عدد من هؤلاء وهم الآن لدى القضاء العسكري وإجراءات التحقيق سارية الأمر الآخر أؤكد هنا بموقف رسمي كل ما قدم لنا من جهات خارجية ودولية عن أن الجيش الوطني قد تورط بعمليات إعدام ميداني حتى هذه اللحظة لم يثبت لدينا أو لم تأتنا أي جهة دولية بأي إثباتات ودلائل ملموسة تؤكد تورط عناصر الجيش الوطني بجرائم وقتل مباشرة وتصفيات للأسرى والمعتقلين إنما هي مجموعة روايات وبكل أسف صادرة عن المجموعات الإرهابية فبالتالي لا يمكن لنا أن نستند هنا على روايات ليست زوم صداقية وأيضا صادرة عن جهات إرهابية ومعادية فبالتالي ما حدث أو أننا ننظر الآن وبكل أسف للتقرير الصادر عن المنظمة الحقوقية على أنه لم يأتي بهدف الإصلاح أو معالجة بعض الإشكاليات إنما جاء بهدف الإدانة بطريقة غير مباشرة وأيضا هو محاولة لتسييس ما يحدث في المنطقة البيان أو التقرير ألمح إلى ضرورة تحرك الجانب التركي لمساءلة الجيش الوطني وكأن هناك حكمة مسبقا بكل ما وصل إليه من اتهامات الآن هناك لجنة متابعة جميلة قد استند على مجموعة شهادات من بعض الشخصيات إن لم نقل أنهم جزء من المجموعات الإرهابية فبالحد الأدنى يمكن القول بأنهم منحازين للجماعات الإرهابية فبالتالي هذه الشهادات مرفوضة جملة وتفتيح سيد مصطفى يعني الآن هناك رجلة المتابعة والتحقيق تقوم بجهود وحضرتك أيضا أكد هذا الأمر أين وصلت هذه الجهود؟ يعني كنا نتمنى حقيقة أن يتم استضافة سيادة العميد حسن حمادي وهو رئيس اللجنة والمعني بالاطلاع بشكل كامل أنا أؤكد هنا أولا اللجنة خاضعة للسرية الكاملة أي بمعنى ليس باستطاعة أي قيادي ولا قائد عسكري ولا أي شخصية داخل الجيش الوطني ليس باستطاعته الاطلاع على التفاصيل التي تصل إلى لجنة التحقيق نعم كنا نرى أن حضرتك يا سيد مصطفى لأن الشكاوي هي محصورة تصل حسرا ليد لجنة التحقيق وهي الجهة الوحيدة المعنية بالمتابعة ومن ثم إعطاء الأوامر لإلقاء القبض وإحالة المتهمين إلى القضاء العسكري الموجود في المنطقة والتي سارعت وزارة الدفاع لإفتتاح مركز للقضاء العسكري في هذه المنطقة أيضا بغيت وبهدف معالجة هذه الإشكاليات والتجاوزات وأنها تجاوزات فردية يعني إذن أنت كقيادة إعلام المجموعات الإرهابية نعم أنتم كقيادة في الجيش الوطني لم تحاطوا بعد بنتائج هذه الجهود أو نتائج ججلة المتابعة لعناصركم حتى هذه اللحظة حفاظا على أمن وسلامة كل من يقدم شكاوي للجنة المعنية بالمتابعة والتحقيق لم يسمح وبقرار من وزارة الدفاع لم يسمح لأي جهة عسكرية أن تطلع على الشكاوي التي تأتي إلى لجان التحقيق إنما قضت أوامر بضرورة التعاون الكامل مع لجنة التحقيق فبالتالي اليوم لجنة التحقيق تتحرك وبكل أريحية داخل المنطقة وتعتقل من ترى بضرورة اعتقاله وتستوجب من ترى بضرورة استجوابه دون أي اعتراضات من قبل القيادات العسكرية الموجودة في المنطقة جميل مازن في مناطق عملية نبع السلام وأنت أعود وكريل كنت هناك كيف يتعامل الأهالي في هذه المنطقة مع التجاوزات التي قد تحصل أو قد حصلت هناك نعم أمار الأهالي بطبيعة الحال ليس لهم إلا التوجه للقوى المسيطرة وتقديم شكوى بالتجاوزات أو الانتهاكات التي حصلت بحقهم وهذا ما حدثك كما قلت لك في سلوق ومدينة الأبيض ومدينة رأس العين كيف تم التعامل؟ هل الأمر سهل للوصول إلى هذه الجهات أو إلى الجيش الوطني؟ ليست الصعوبة بالوصول إلى تلك الجهات عمار لأنها تفتح أبوابها ومقاراتها لاستقبال الأهالي لكن أعتقد أن هناك إشكالية حقيقية بهذا الشيء هناك وتكمل طبعا هذه الإشكالية بعدم وجود طرف مدعى عليه أي أنه عندما يأتي مثلا رب أسره فقد أغراض من منزله لا يوجد جهة محددة يشتكي عليها يعني هو لم يعرف من سرق البيت هذا أمر طبيعي أن لا يكون هناك مدعي عليه لا يعلم من سرق مزل وهذا ما يخشه المدنيون يعني عندما يقدمون شكوا يخافون من عدم استجابة قوات الجيش الوطني كيف تعاملت شلطة العسكرية مع هذه الشكاوة؟ تأخذه بعين الاعتبار نحن التقينا بالقاضي العسكري الموجود مثلا في مدينة رأس العين هو كان يستقبل بشكل كبير الأهالي وهناك دور كبير ينظمه السكرتاري الخاص به يقدمون الشكاوة يأخذون الأقوال وتقوم لجان خاصة بزيارة منازلهم والاطلاع عليها والاطلاع على نوع السرقات هذه من حيث الإجراءات هذه الإجراءات تتم مع كافة أبناء المنطقة بغض النظر عن قومياتهم وخلفياتهم؟ وبطبيعة الحال تتم مع جميع أبناء المنطقة هم أكدوا لنا أننا لا نميز ومن خلال التقارير التي أصدرناها لقناة حلب اليوم خلال الشهرين الفائتين جميعهم أكدوا أن لا فرق بين عربي أو كردي وبالعكس كما دعوا الكرد المهاجرين خارج تلك المناطق إلى العودة إلى منازلهم لكن قلت لك هناك على ما يبدو يا عمار هناك إشكالية كبيرة بضبابية أو مجهولية الشخص الذي سيقوم بالإدياء عليه وهناك مسألة أخرى على ما يبدو أن الحرب العسكرية ليست فقط هي حرب سلاح هناك حرب تقارير أممية ودولية وهناك حرب آلامية يعني على ما يبدو نقوة سوريا الديمقراطية هي كانت أسرع من الجيش الوطني بتصدير تقارير التجاوزات والانتهاك جميل بالعودة إليك سيد مصطفى قبل أن نذهب إلى فاصل ضيفنا سيد مصطفى سيجري يعني كيف يمكن القضاء على هذه الانتهاكات أو التجاوزات والوصول إلى جيش وطني احترافي مثله مثل أي جيش وطني في دولة ديمقراطية تضع القانون أولا نعم أولا اسمح لي أن أعاقب على ما تفضل به عفوا الأستاذ مازين أولا لا يوجد مجهولية لدى جهة الإدعاء قبل بدء عملية نبع السلام كان هناك تقطيع للمنطقة إلى قطاعات بمعنى أن كل منطقة نتحدث عن مدينة طل أبيض مثلا فبالتالي القوى التي دخلت إلى مدينة طل أبيض هي قوى معلومة أي القطاع الشمالي المسؤول عن تحرير هذه المنطقة يسمى بفصيل كذا والقطاع الجنوبي معلوم بأن الفصيل الفلاني هو من قام بتحرير هذه المنطقة وأيضا هو من يقع عليه عاتق المسائلة في حال وقعت في منطقة هذا الأمر أنت تعرفه سيد مصطفى ولكن الأهالي ربما لا يعرفونه أنا أعتذر للمقاطعة هذا الأمر ربما يكون معلوم لحضرتك أو لعناصر من الجيش الوطني أو لصحفيين مثلا أو إعلاميين ولكن ربما غير معلوم هذه التفاصيل للمواطن البسيط هناك أن هذه المنطقة للفصيل فلاني وهذه للفصيل كذا لا لا اسمح لي بكل تأكيد عندما بدأت العملية العسكرية وبدأت تقدم العسكري باتجاه هذه المناطق وحدث تحرير لبعض القرى والبلدات إن كان في محيط طل أبيض ومن ثم الدخول إلى مدينة طل أبيض وأيضا رأس العين تم الاجتماع مباشرة بإن كان على مستوى المخاتير وإن كان على مستوى رؤساء المجالس المحلية وأيضا شيوخ العشائر وتم إبلاغ ما يسمى بمجالس الأعيان بأن كل منطقة تخضع للقواء العسكرية وطبعا كلهم تحت مظلة الجيش الوطني ولكن كنا نتحدث هنا عن الفيلق فبالتالي هذا شيء معلوم وليس مجهولا وباعتقادي حتى للمدنيين في أي منطقة من رأس العين وحدث طل أبيض الكل يعلم أي قواء عسكرية معنية في المسائلة أو خاضعة للمسائلة حدث فيها تجاوز ما نعم سوف نذهب أنا أود أن تجيبني عن سؤالي الذي سألتك إياه لكن بعد الفاصل جاء وقت الفاصل مشاهدين بعد الفاصل ما هي التحديات الأمنية التي تعيشها منطقة عمليات نبع السلام ابقوا معنا اشتركوا في القناة